موسيقى نبدأ جولة مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم من الفوز الاعتباري والمعنوي الذي حققه نشام المنتخب الوطني لكرة القدم فجر اليوم عندما انتهت المباراة التي جمعته مع منتخب الأوروكوي بالتعادل السلبي ضمن المباريات المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم في البرازيل عام 2014 ورغم أن المباراة كانت في الثانية فجرا بتوقيت عمان إلا أنها حظيت بمتابعة وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي التي تغنت بهذه النتيجة التي سيسجلها التاريخ للنشامة بتعادل بطعم الفوز على أرض الأوروكوي وبين جمهورها محمود لطوف أن النشامة بتغريدة على تويتر قائلا منتخب النشامة يرفع الهمة بتعادل تاريخي مع الأوروكوي ويودع ملحق المونديال مرفوع الرأس عامر لحمود بيّن أن النشامة هزوا منتخب الأوروكوي بحسب ما جاء في تغريدة له على تويتر قائلا النشامة بيضوا الوجه وهزوا الأوروكوي وأسكتوا سبعين ألف متفرج أما إناس زيدان فقد وصفت المباراة بأنها أكثر من رائعة لقولها مباراة أكثر من رائعة ولعب بمستوى عالمي يعطيهم ألف عافية الشباب كلنا فخر فيكم واليوم رفعت رأسنا احتفل العالم يوم أمس بيوم الطفولة العالمي الذي بدأ الاحتفال به للمرة الأولى في عام 1950 ويتم الاحتفال به على مستوى العالم للتأكيد على حقوق الطفل المتعددة كالتعليم الصحة العيش في بيئة آمنة وغيرها المهندس السعودي أسامة مشيبس تذكر هذا اليوم بالأوجاع التي يشهدها الأطفال في العديد من الدول التي تشهد حروبا في العالم مغردا على تويتر قائلا اليوم يوم الطفولة العالمي وأطفالنا يأتيهم هذا اليوم وفيهم الغرقة والقتل والمحروم اشتركوا في القناة